السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه انا النهاردة عندنا وصفة جديدة وحلوة اللي هي الكفتة وكمان شوية المقبلات اللي جنبها بتاعت المشويات ومحلات المشويات الكبيرة وازاي الكفتة ما تفكش منك وتبقى زاي الفل معاكي والنصف كيلو ينطر معاكي كمان وهنعمل جنبها كم طبق كده من المقبلات الجميلة الحلوة قوي اللي هتعجبكم ان شاء الله انا معايا نصف كيلو لحم مفرومة زي ما انتو شايفين كده ومعايا بصل ومعايا توم ومعايا التماطم ومعايا فلفل ومعايا كزبرة وبقدونس ومعايا مجموعة توابل ده اللي انا هستخدمه في وصفة النهاردة يعني ده اللي كل ده انا هستخدمه في كذا طبق هعمله معاك دلوقتي نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي هنحط في بولة طبعا المكونات بتاعتي اللي هي اللحمة المفرومة وانا التوابل بتاعتي معايا نصف معلقة ملح نصف معلقة سكر معلقة كامون معلقة توابل كفتة الحاتي تيجي من عند العطار نصف معلقة كزبرة نشفة ومعلقة قرفة القرفة دي مهمة جدا بجد في الكفتة بتبقى جميلة ومعايا اللي هي جسط الطيب هي كورة وبجيب المبشرة ما بحبش انا اجيب المبشرة جاهزة عشان جسط الطيب دي هي كلها ريحة فانتي ما تجيب الكورة كده وتبشريها بالمبشرة اللي عندك بتعمل ريحة حلوة قوي في الكفتة بتاعتك المهمة هجيب الكبه بتاعتي وانا مقشرة بسلطين كبار تمام بسلطين كبار البسلطين الكبار دولت هاخدهم هبشرهم دلوقتي او في الكبه لازم يتبشروا بشري ناعم تمام بس انا مش هحتاج البسلطين الكبار كلهم هو هحتاج البصلاية ونص تمام وهقول لكم دلوقتي هسيب نص البصلاية دي هعمل بها ايه انا هحتاجها برضو في الوصفة بتاعتي بس ايه هسيبها على جنب دلوقتي لحد ما اقول لكم انا هعمل بها ايه تمام زي ما قلتلكو هضرب ضرب ناعم في الكبه بعد كده هقوم منزلة البصل كله على اللحمة المفرومة اللي في البولة طبعا البولة دي بتوفر معي كتير قوي ان انا بضلق كل حاجة فيها فحلوة قوي بصراحة المهمة خلاص بعد ما صبيت البصل المفروم بتاعي هقوم جايبة معلقة من البيكنج بودر البيكنج بودر ده اللي هو خمير الكيك اللي هو عشان في بعض الدولة عربية بقول لكم ما بتقولش زي انا بيكنج بودر لا بيقولون هو خمير كيك الصابع كده ميقعش مني والناس اللي بتفك منهم الكفتة لا اللحمة المفرومة مع الضقيق بيمسك بيخليها متماسكة جدا وهتشوف دلوقتي في الوصفة بتاعتي اه مش هتفك مني وهتبقى تطلع هشة زي والبيكنج بودر هيديها تهوية وهشاشان حلوة اوي انا اهم حاجة الكفتة بتاعتي برضو لازم بحط معايها خضرة اولا بتديلي قيمة غذائية حلوة جدا والخضرة بتدي طعم حلوة اوي في الكفتة وفي ريحة ما بتتحط في الفرن ريحتها نفسها بتبقى حلوة اوي بتدي ريحة رائعة اللي هو انا كمان بحب اقطعها في بالسكينة او بالمقص قطع صغيرة خالص بس السكينة اسهل لي ان هي تقطعها قطع صغيرة يعني المقص ممكن يهدر مني او يقطع حدث كبيرة لكن السكينة بصراحة بتقطع قطع صغيرة خالص انت بتمسك الرابط اللي هو الكزبرة والبقدونس بتمسكيها وحتة صغيرة كده بتضميهم بتتقطع قطع صغيرة خالص وطبعا الخضرة دي قبل من استخدامها لازم تتنقع في مياه وخل كويس جدا عشان تبقى الخضرة دي بزيب بتنزل رملة وكمان بتبقى مرشوشة فلازم تتغسل كويس جدا المهم خلاص انا خدت كده كفايتي من الخضرة برضو هقول لكم بقية الخضرة دي هستخدمها برضو في الاطباق الجانبية لان اقتلكوا عليها جايب بقى اللي هو اللي هي صانية الامونيا وهدهنها بمعلقة زيت كويس جدا وهقوم جايبة البصل اللي انا قلتلكوا عليه نص البصلوية اللي انا قلتلكوا سايبها على جنب هقوم قطعوها ترنشاط ترنشاط في الصانية دي بولة طبعا صغيرة حطيت فيها برضو معلقتين زيت هقول لكم انا هعمل بها ايه في الكفتة هقطع ترنشاط كده وهفردها في الصانية كلها بحيث ان كل الصانية تبقى متغطية عندي بشرايح البصل وكمان هقطع عندي الفلفل والطماطم هقطع شرايح فلفل وطماطم كلها تكون مفروضة في الصانية ما تستغربوش بجد الوصفة دي حلوة قوي يعني بتدي اولا طعم حلوة قوي للكفتة بتاعتي وبتدي ريحة رائعة في الفرن بتدي ريحة حلوة قوي الخضار طبعا اميكس الخضار ده بيبقى جميل جدا وكمان غير كده الكفتة عمرها ما هتلزق منك في الصانية وعمرها يعني مش هتكش زي ما بتكش معاك كل مرة لا الوصفة دي والخضار ده بيخليها تحتفظ بالسومونية بتاعتها مش بتسقطها كلها وبتحتفظ بحجمها وبتبقى رائعة بتبقى جميلة جدا بالجد الوصفة دي هتختلف عن الوصفة اللي انت متعود عليها ان انت بتصبعي وتفردي سمنة وتحطي في الفرن لا الوصفة دي هتخليكي تغياري منظورك تماما للكفتة المهم انا خلاص اهم حاجة طبقة الزيت بعد كده حطيت الخضار بتاعي اللي هو مكس من الفلفل والطماطم والبصل انا ما عنديش سيخ فجبت اللي هو شوكة عندي او قلم رصاص يعني اللي هو قلم رصاص او اي حاجة اي حاجة طيب عاملة زي ايه السيخ كده عندكم وهتقوموا جايبين كرة كفتة من اللحمة المفرومة وتبلو ايديكو بالزيت ببولة الزيت الصغيرة اللي احنا جايبنا لازم تبلو ايديكو بالزيت دي بتدي لمع وبتدي كمان الحمار الحلو اللي بيطلع الكفتة حمرة ومتمسكة وجميلة بالمنظر اللي انتو هتشوفو دلوقتي معايا المهم خلاص انا هصبع كام واحدة كده قدامكم انتو طبعا بتمسكوا الكفتة كده مدورة بعد كده بتبططوها كده على السيخ او زي ما قلتلكو على قلم رصاص او اي حاجة شمه السيخ ما فيش اي مشكلة وبتصبعها بتبلو ايديكو بالزيت بعد كده ايه بتصبعها واحدة واحدة بس وهكرر العملية قدامكم واحدة واحدة كده وهتبقى معاكو زي الفل يا جماعة بجد الطريقة دي حلوة جدا وطعمها حلوة قوي وحتى التوابل اللي انتو حطنها اللي انا حطها دلوقتي وهتبقى حطنها جميلة جدا بالخضرة بكل حاجة جميلة 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 بس انا صبعت كده كم واحدة قدامكم وهرصوم في الصينية يعني ما شاء الله نص كيلو اللي انا عاملاه اه هينطر معايا كمية وشكل الكفتة زي ما انتو شايفين وكده بصوا المنظر ده مش هيكش ولا هيعمل اي حاجة ولا هتفك مني وهتبقى زي الفل بس اهم حاجة هكون مولعة الفرن على درجة حرارة امتين واربعين على درجة حرارة تمام عشان لما دخل الكفتة تاخد الصدمة ما تنزلش المية بتاعتها والخضر طبعا ده زي ما قلتلكم مش هيخليها اه تنزل المية كلها بتاعتها وهتخليها محتفظة بالدسامة بتاعتها والحجم بتاعتها وهتبقى زي الفل وزي ما انتو شايفين كده خلاص الكيمية بتاعت كلها اكتمرت والصناية ما شاء الله اللهم بارك اه اه اتمالت كلها يعني بتاعت الصنية دي تكفيه اكتر من خمس خمس تفرات جميلة جدا وهدخلها الفرن على درجة حرارة ماتين واربعين اجي بقى عند الاطباق الجميلة اللي انا بحبها بقى اكتر من الطبق الرئيسي انا بعشق الاطباق دي عندي طبعا طماطم زي ما قلتلكم فلفل وكان فص توم اهم حاجة بقى زودي في التوم عشر في صوص توم عشان ايه الاطباق اللي انا عاملها دي بتحتاج توم حلو جدا وكم من التوم بيرفع المناع اوي وحلو اوي وبيدي طعم في الاكل والمقبلات بتاعتها بتبقى جميلة هقطع الطماطم شريح كده زي ما انتو شايفين دواير حلقات اللي انتو تحبوه واللي انتو تفضلوه واهم حاجة بس الطماطم تكون ايه مسكة نفسها شوية يعني ما تبقاش طرية عشان كل ما بتبقى مسكة نفسها كل ما بتبقى في الطبق ده حلوة اوي والطبق ده اسمه الطماطم المخللة بيبقى جميل ده العشق بصراحة في اي اكلة في سيفود في مشويات وده اصلا الطبق ده مشهور به اباق من الاباق الرئيسية في محلات المشويات الكبيرة وعندي الكببة بتاعتي وعندي كام فلفلايا رومي اللي هو اللي اخدر ده اه لو انتو حابين تضيفوا شطة اللي بيفضلوا يضيفوا شطة بتبقى في الطبق ده روعة وهقطع الفلفلايا بتاعتي والفصوص التوم بقى كلها العشر فصوص توم الحلوين البلدي دولت هقوم حطهم في الكببة وهضربهم في الكببة فرم نعم تمام بعد كده هجيب الخضرة بتاعتي اللي هي عبارة عن كزبرة وبقدونس وهقطعهم كده بالسكينة عشان ايه بس هضربهم آآ كام ضربة عشان انا مش عايزة الخضرة بتاعتي تبقى زي الميا لا انا هضربهم بس انا بقى الطاعم قطعة صغيرة عشان هضربهم ضربتين بس آآ بحيس ان هما يختلتوا مع بعض وهروح هشوف الكفتة كده هشوفها ايه اغبارها بصوا بتدت احمره زي الفل ولا فكت مني ولا نزلت ميا وزي العسل هسيبها بس تكمل تاخد بتكمل الوش اللي احمر بتاعها ايه ما بتكملش ربع ساعة وهكون ايه مجهزة الاطباق بتاعتي اللي انا بعملها دلوقتي خلاص فرمت الخضرة مع الفلفل مع التوم احط معلقتين كبار من الكمون مع معلقة ملح مع نص معلقة سكر تمام وها معلقة تخلي كبيرة وهقلبهم كده كم تقليبة اتتبلوا مع بعض بعد كده هطلع آآ 3 كبات زبادي ماشي وعندي طحينة انا الطحينة اللي عندي انا والدتي اللي بتعملها آآ بتعملها من السمسم هبقى جيبلكم مرة طريقتها لما رحلها باذن الله بتعمل التحينة رهيبة جميلة جدا انا بخزنها حتى عندي بتعملها بكمية وبحطها في الفريزر بتبقى محتفظة بنفسها وجميلة جدا وعالفك انا ما بتجمتش اللي هي بتبقى بس بحتفظ بها في الفريزر عشان تحتفظ بنفس الطعم والجمال اللي هي معمولة بي تمام فعندي التحينة اهو طلعت كيس الطحينة من الفريزر وحطت كده معلقتين من الطحينة الحمرة بتاعت الجميلة بتاعت السمسم الرهيبة وحطت معلقتين كبار على كوباية تلت كوبايات زبادي اللي هي الحجم اللي هي مية وعشرة وحطت معلقة من التدبيلة بتاعتي وهي اصلا محطوط فيها الملح والكمون وكل حاجة وهتديها كام تقليبة كده تتبل وجميلة تاكلوا احلى طبق طحينة بالزبادي رهيب اللي هو بتاع المشويات الجميل طحفة المهم باقي التدبيلة بتاعتي انا عاملها طبعا للطماطم بس هزود لها اربع معالق خلي كمان عشان الطماطم المخللة او اي حاجة مخللة بتحب الخليك كتير فحطي اربع معالق خلي كده حدوين وهي هقلبها كويس وهصبها كده على طول على الطماطم بتاعتي عشان تاخد تشرب التدبيلة بتاعتها وتتبل كويس بيها وجميلة طبق ده حلو قوي وكمان الخضرة ومع الفلفل مع الطوم بيدو شغل عالي قوي معيها وطبعا وطبعا انتو عارفين ان الطبق ده اي محل مشويات اي محل السيفود بيبقى طبق اساسي وفظيع المهم انا كمان غسلة كام ربط جرجير وهجهز بقى الطبق اللي هعمل فيه هطلع فيه كفتة هحط وردة كده على الطحين كده تدي منظر حلو كده جميل وهجهز الطبق انا جايب ربط خضرة هقص قصها غسلها كويس هقص قصها كده هفرش على الطبق بدل المناديل وكده تدي منظر حلو برضو جميل كده وغير كده بتدي برضو طعم حلوي مع المشويات وكده ممكن الواحد ياخدها بالخضرة كده يحطها في صندويتش تبقى حلو قوي بس وكده الحمد لله كده هتكون الكفتة بتاعتي استوت هروح اطلعها بقى كفية عليها كده بص صبع الكفتة زي الفل منور وجميل ومدور وكل حاجة بجد طلقت جميلة والريحة روعة انتو لو تشموا الريحة اللي انا شمها دلوقتي جميلة ولا تحرقت مني ولا حروقت زي كل مرة ان هي تلسع مني في الصينية ولا بصوا الخضرة حتى ولا بصوا ولا الكفتة نزلت ميتها ومحتفظة بنفس الحجم ولا كشت ولا عملت اي حاجة بجد زي الفل كفتة طلع معي رحتها وحمر وبجد جميلة جدا وبالفهنة بالفهنة اللي هيكلها وياريت الوصفة دي لو عجبتكم والقباق الرئاسية اللي انا عاملها النهاردة دي تكون عجبتكم ياريت تضيفوا تعليق من تعلقاتكم كميلة واللسه ما ده استعلامة اشتراك يدوسها واللسه مفعلش الجرس يفعلوا وياريت توصلوا الفيديو ده الالف لايك ومع الف خير يا رب دايما وياريت اطباقنا كلها تكون بتعجبكم يا جماعة وان شاء الله تشوفونا في وصفات جديدة مع يوميات لارا العصولة مع الف سلامة واشوفكم بالف خير